قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس أن المجتمع الدولي أمام حتمية ممارسة أقصى قدر من الضغط على المفاوضين لتسهيل عملية إعادة الرهائن الإسرائيليين وعن التصعيد على الجبهة الشمالية مع لبنان أكد جانتس أن حزب الله مدفوع بأياد إيرانية تهدف إلى زعزعة الاستقرار على الحدود الشمالية الإسرائيلية جانتس أشدد على أن تل أبيب لن تتردد في التصرف بحزم في حال لم يتمكن المجتمع الدولي من ضمان إزالة التهديدات على الحدود وإعادة الرهائن موسيقى كنا قاعدين نحن سمعنا الصوت الدبة قوية تلعني على الصوت لقناه صاروخ أجعله بلاد صغره هو بيلعب وفخص الحواسط ومن السوار كان يشتغل أن تلحلة في بيت هاي موسيقى موسيقى قصب عشوائل لبيت منزل مواطنيين لا بنا لنا كثير ولا قريب ولا لهم علاقة بأي شغل العسكر بشو الناس مدنيين في بيوتهم أطفال أصغار اللي قاعدين يفضلوا ما فيش عسكرين مائيا عندهمها كل مدنيين يناس أطفال والنساء بنات حتى هميش شباب لا فيه شباب ولا فيه كل بنات مصغار اللي بيشتغلوا موسيقى 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 سنقش هذا الموضوع مع ضيفية من رمالة أستاذ خليل شهين الكاتب السياسي أستاذ خليل أهلا بك من بيروت دكتور خالد العزي أستاذ العلاقات الدولية دكتور خالد أهلا بحضرتك هنبدأ مع الدكتور الأستاذ خليل شهين من رمالة أستاذ خليل قبل قليل كنا بوسائل أعلام إسرائيلية بتعلن أنه غدا في مؤتمر صحفي البنجانتس وتوقعات كبيرة جدا بأن يقدم استقالاته وبالتالي أولا رأيك هل تتوقع فلان أن يقدم استقالاته وماذا لو قدم الاستقالة عدد الأعضاء الذين يملكهم هل يمكن أن يزعزعوا بشكل أو باخر هذا التحالف مساء الخير بالتأكيد أن هناك سباق مع الزمن حتى مساء يوم غد السبت نتنياهو ومكتبه قال بأنهم ينتظر ردا من حركة حماس بشأن المقترحات المقدمة لتوصل إلى صفقة وهذا الأمر يعني بأنه يريد هذا الرد لكي يقطع الطريق على جانس ويدفعه لعدم تقديم استقالته حتى الآن المؤشرات المتوفرة حتى اليوم تؤكد بأن جانس على الأرجح سوف يقدم استقالته لكن هذا حدث التطورات سواء فيما يتعلق بالمواقف المتعلقة بالصفقة وخاصة موقف حركة حماس أو المواقف الأمريكية التي نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنها تضغط على جانس باتجاه الاستمرار في المشاركة بالحكومة الحالية لذلك أعتقد أن الفرص تبدو متساوية من حيث إمكانية انسحاب جانس من الحكومة أو حتى بقائي في داخل الحكومة لذلك الأمر منوط بالتطورات خلال الساعات القادمة لكن إذا نفذ تهديده وانسحب من الحكومة هذا لا يؤثر سوف تعود الحكومة إلى ما كانت عليه من قبل السابع من أكتوبر لديها أغلبية 64 مقعد في الكنيسة وهذا لا يؤثر على الحكومة ولكنه يؤثر على أداء الحكومة من حيث تزايد الضوء الشعبية كم مقعد عند بني جانس؟ أعتقد أنها لديها مقعدة لست متأكدا ولكن هي خارج حزبة 64 مقعد التي يملكها نتنياهو وحلفائه من اليمين والأحزاب الصيوني والأحزاب الدينية لذلك هو لا يؤثر على استقرار الحكومة ولكنه يعرضها إلى مزيد من الضغوط سواء بفعل تزايد الاحتجاجات الداخلية المتوقعة في ضوء انضمام جانس مرة أخرى إلى صفوف المعارضة وإمكانية مشاركة الأحزاب المعارضة هذه المرة إلى جانب عائلات الأسرى والمحتجزين في الاحتجاجات وكذلك انكشاف الحكومة الإسرائيلية بفعل طبيعتها اليمينية المتطرفة على الضغوط الأمريكية والضغوط الخارجية بشكل عام وهذا يجعل نتنياهو يتحرك باتجاهات أخرى وهي محاولة ضم شخصيات أخرى سياسية إلى الحكومة بدلا من جانس وهناك عدد من الأفكار إحداها كانت محاولة ضم حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيدر ليبرمن وقال هذا الأخير بأن نتنياهو عرض عليه أن يتولى منصب وزير الدفاع وهذا عمر مهم إذا أنه يشير إلى أن نتنياهو يريد أيضا أن يتخلص من وزير الدفاع الحالي جلنت واستبداله بوزير الدفاع يعني آخر وكذلك هناك اتصالات كشفة عنها مع ساعر من أجل إقناعه بالعودة مرة أخرى لمشاركة في الحكومة في حال عدم قدرة نتنياهو على إيجاد بدائل الأرجح أنه سيذهب باتجاه تفكيك مجلس الحرب والعودة مرة أخرى إلى حكومة عادية من اليمين المتطرف لأن انسحاب كانت من مجلس الحرب سيجعل هذا المجلس مكون يعني من عدد من الأطراف الأكثر تطرفا وخاصة أن اسموترش وبنكديري طالبان بالانضمام إلى مجلس الحرب وبالتالي نتنياهو سيجد هامش مناورة ضيق ربما يدفعه إلى السيناريوهات بعضها قد لا يكون في الحسبان ليس فقط من حيث إمكانية حل مجلس الحرب بل وحتى بعض السيناريوهات وإمكانية أن يذهب باتجاه الدعوة إلى انتخابات مبكرة في إسرائيل لأن هذا الأمر يحول الحكومة إلى حكومة مؤقتة لا يؤثر عليها انخفاض عدد المقاعد التي تحتفظ بها في الكنزة بمعنى أنه في حالة إقدام بنكفير أو اسموترش حتى على الانسحاب من الحكومة إذا وافقت على صفقة تبادل فهذا الأمر لا يعرض الحكومة إلى أي مخاطر لأنها تبقى حكومة ضيقة تحضي وظيفتها التحضير للانتخابات دكتور خالد العزي ده من السيناريوهات أيضا أن انسحب بني جانتس وهو يمثل الصوت المعتدل سيتفرد سموترش وبنكفير في القرار جزء من التخوف في السيناريو لانفتاح في حرب مفتوحة ناحية لبنان لأنهم يعني بنكفير وسموترش طالبا علنا بهذه المسألة والدخول ومحو لبنان وعودتها إلى ما قبل التاريخ هذه مسترحات قالها سموترش وقالها بنكفير وهنا السؤال ماذا لو أننا سرنا في هذا السيناريو وأصبحت الحكومة متشددة بشكل كامل متطرفة بشكل كامل وبالتالي ما الذي يمكن أن يحدث في هذا السيناريو ناحية شمال إسرائيل جنوب لبنان يعني تحياتي لك أستاذ محمود وللضيف الكريم وللمشاهدين والفريق العامل بالطبع هذا السيناريو محتمل جدا وبن نتنياهو هو أصبح أسير أعضاء الحكومة المتطرفين وهو اليوم موجود على ثلاثة اتجاهات اتجاه اليمين الذي أصبح قوي ويوجه رسائله من خلال تواجده في هذه الحكومة المعارضة التي هي موجودة بن يائير وغانتس وأولاند الذين يمثلون القسم العسكري ويحاولون أن يكون معتدلين في الطرح لكن الاعتدال هنا له سيناريوهات محددة هناك ضغط أمريكي فعلي على بيني جانسك أي لا يذهب في هذا الاتجاه ويقدم استقالته وهذا سيكون انتصار فعلي للخط المتطرف حتى يدخل المنطقة في أزمة وهذا لن يعجب تحديدا جو بايدان لأنه يريد صفقة سريعة بإنهاء حرب غزة كيفما كانت لكي يجيرها في مصلحته الانتخابية القادمة لكنهم سيعملون على قاعدة أنهم سيدخلون في الحرب وبالتالي أمريكا ستنصاع لمطالبهم وهناك نماذج كثيرة كانت صوت الأمريكي عالي ومن ثم إنصاع وآخرها كان في رفح الموقف الأمريكي كان متشدد ولن يساعد بالدعم العسكري ولن يساعد وسيفرض عقوبات لكنه قبل الدخول إلى رفح وعمضت وبات اليمين هو المنتصر اليوم يحاول هذا اليمين الدخول في حرب مع جنوب لبنان تحديدا لأنه يرى اليوم أن الحالة تسمح له بهذا الشيء وخاصة أن الضربات التي فرضت على ميليشيا حزب الله طوال ثمانة شهور كانت حسائر كبيرة لقوات الردوان وبالتالي الجسم العسكري يعتبرون أنه تعرض لأزمة هناك تقارير تقول ليس مئة ألف عنصر يوجد لحزب الله إنما بين الأربعين للخمسة أو أربعين ألف أيضا يعتبرون أن الضربات التي انطلقوا بها من خلال قطع التموين والمخازن والتصنيع إن كانت في سوريا أو البقاع هم يعتبرون أنه شلوا قدرات حزب الله وبالتالي هذه العملية ستساعد على إقامة منطقة آمنة لكن هنا السؤال لن يكون هذا الاشتياح كما يعتقد كل المحللون بأنه عسكري كما حال 82 أو 2006 اليوم دخلت على الأرض السواريخ الذكية والطائرات الاصطناعية وعملية التهديم وربما جدارية غزة والذي يدمع لها العين والقلب ونحن رأينا في التقرير مأساة فعلية ولا يمكن لإنسان طبيعي أن تضرف دموعه على ما يحدث هناك لأنه لم يعد شيئا آمنا سوى السنوار والسنوار يريد الانتصار وفرض حتى شروطه وبانت هذه الشروط أخيرا أنه لن يسلم سلاحه وأن الحرب يجب أن تنتهي ويخرجه نينسون منديلا من تحت الأنفاق وبالتالي الشعب الفلسطيني وأهل غزة والأراضي لا تهمه إذن اليمين المتطرف يلعب لعبة خطيرة جدا وهي الدخول مع حزب الله له نتائج سلبية كثيرة أهمها هو جر إيران للمعركة وهذا يعني أنه إذا جر إيران لهذه المعركة هو سيكون محمي بالأساطير الأمريكية والأطلاصية وبالتالي أمريكا ستدخل فعليا لضرب العمق الإيراني ولن تسمح به ومن هؤلاء كانت كل التحذيرات التي تحذر إسرائيل وتحذر لبنان بعملية بسيطة هي الموافقة على تنفيذ السبع طاعة السفر واحد لأن اللودريان عندما جاء إلى لبنان قال لن أكون لبنانيا أكثر من اللبنانيون وبالتالي اللبنانيون سيخسرون بلدهم بكل معنى للكلمة أستاذ خليل هنا سؤال في ضغوط يمارسها الأمريكيون على حماس وضغوط يمارسها على إسرائيل بإحالة هذا المقترح إلى مجلس الأمن في صيغة مشروع قرار ربما يفضي إلى قرار له رقم وبالتالي سيكون عليه إجبار التنفيذ بالنسبة لإسرائيل فهذا ضغط أيضا ولكني أسألك في ظل هذا الزلزلة التي تحدث في داخل الحكومة الإسرائيلية والانقسامات الموجودة ما بين المدنيين والمدنيين وبين المدنيين كتكتل في الوزارة وما بين وزير الدفاع في المؤسسة العسكرية إلى أي حد هذا يجعلنا نتوقع أن إسرائيل قد توافق على هذا المقترح بشكل أو بآخر لا أعتقد أن هناك إمكانية للموافقة على المقترح عمليا الإعلام الإسرائيلي نقل هذا اليوم بأن مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة أبلغ المندوبة الأمريكية بأن إسرائيل ترفض مقترح المشروع على القرار المعدل الذي ستقدمه الولايات المتحدة للتصويت كما كان متوقعا يوم الاثنين القادم الآن هناك شكوك إذا ما كانت ستقوم بذلك في ظل رفض إسرائيلي لهذا المقترح ليس فقط فيما يتعلق بالبنود التي تتحدث عن وقف إطلاق النار على الحرب في غزة ولكن أيضا لأنه يشير من ضمن بنوده أيضا إلى ضرورة الانتزام بالعمل من أجل توصل إلى ما يعرف باسم حل الدولتين وأنها عمرنا تبيده إسرائيل وكذلك هناك موقف جزائري معلن بأن جزائر ترفض وعندما تتحدث الجزائر فتتحدث على الأرجع بتعكس موقف المجموعة العربية وكذلك هناك توقعات بأن روسيا والصين سوف تكون جاهزتين لاستخدام الفيتو لإحباط هذا المشروع لذلك من المشكوب فيه أولا أن تستكمل الولايات المتحدة هذا المسارى المتعلق بطرح الصيغة الحالية المعدلة على مجلس الأمن وفي كل الأحوال أنا لا أعتقد أن الفصائل الفلسطينية وخاصة حركة حماس يمكن أن توافق على مضمون مشروع القرار لأنه عمليا يعطي إسرائيل رغم معرضتها لمشروع القرار ما تحتاجه من أجل استمرار الحرب وليس من أجل وقف الحرب بس وقف الحرب نص صريح في المساواة التي سربت وقف نهائي للحرب وقف نهائي للعدوان بالمصطلح لا يتحدث عن مراحل المشروع القرار يتحدث عن مرحلة أولى وعن مرحلة الثانية يتحدث عن أن هناك وقف لإطلاق النار وعندما يتحدث عن المرحلة الأولى ثم يتحدث أيضا عن وقف إطلاق النار عندما يتحدث عن المرحلة الثانية لكنه لا يستخدم عموما هو يستخدم كلمة cessation ولا يستخدم كلمة ceasefire يعني يستخدم كلمة وقف للأعمال العدائلية وليس وقف لإطلاق النار حتى يعني في بداية تحدث عن هذا الموضوع ولكنه لا يشير إلى ما يمكن أن يفهم منه أنه وقف للحرب بما في ذلك هناك تحديث عن عودة مدنيين وليس عودة كل المدنيين هناك حديث عن انسحاب إسرائيلي وليس انسحاب إسرائيلي شامل لذلك هناك انسحاب من المناطق المهولة هذه القضايا لا يمكن أن توافق عليها الفصائل الفلسطينية ولكن عندما نجمع أجزاء الصورة نستنتج بأن بما في ذلك ما ذكرتم أنتم قبل قليلا عن تصريحات يعني دختار بشأن ضرورة الهتفاق بحكم عسكري مؤقت في قطاع غزة وما نشره موقع ولا هذا اليوم عن خطط المرحلة الثالثة للجيش الإسرائيلي كل ذلك يشير إلى أن إسرائيل ربما تحتاج إلى عدد أسابيع من الهدوء أي وقف اطلاق مار للمرحلة الأولى ولكنها تستعد مع عدد ذلك الاستكمال عمليات العسكرية في قطاع غزة وربما على الجبهة الشمالية أيضا طيب دكتور خالد اسمح لي في عجالة لو ممكن وهو يعني وزير الخارجية الأمريكي يرتب لزيارة إسرائيل وأن يأتي للمنطقة مرة أخرى في ظل كل الذي نقشناه في اعتقادك يعني جاء من أجل ضغط أو جاء من أجل ماذا يعني ضغط وحسم ولا فقط يعني مجرد زيارة يعني نقطتين يجب التوقف أمامهم لا قرارات دولية تفرد أصلا ويمكن مناقشتها مع منظمات لأن القرارات الدولية لا تأخذ بعين الاعتبار لأحزاب وهذه الأحزاب إن كانت وطنية أو قومية أو تصنف إرهابية فهذه كل القوانين لن تكون ومن هنا الموقف الفلسطيني ضعيف لأن الموقف لم يكن هناك راعي فعل فلسطيني بموقف متمثل بالسلطة الفلسطينية وأي اتفاق سيمنح سيمنح لحماس وإسرائيل لن تمنحه هذا لأن ميزان القوى ليست لصالح حماس بغض النظر عن العمليات التي تقوم من هنا أو من هناك لكن في المقابل هناك تدمير وقتل يعني غريب وهذا لا يهم حماس وهناك نقطة مهمة أن الخلاف بات واضحا في داخل الجسم السياسي الحمساوي والجسم العسكري الذي يريد الحفاظ على رأسه وتأمين حماية مستقبلية بعض الاتفاق النقطة الثانية وهي أن هذا الوزير أتى إلى إسرائيل لمحاولة ضغط ريثما يسجل انتصار معين لإدارة بايدن الذي ستخوض في أيلول القادم المعركة النهائية للانتخابات لكن بن يمين نتنياهو وفريقه لن يعطي هذا الاتفاق وسيماطلون جدا في عملية التوافق حتى بداية أيلول عندما يرون من سيكون في البيت الأبيض ولمن سيمنح هذه الجائزة إذن نحن بانتظار شهرين حقيقيين ربما كان الوحيد الصادق عندما اتدأت عمليات طوفان الأقصى كان وزير الدفاع جالانت الذي قال يلزمنا عام كامل وهذا لم يكن من فراغ جميعنا تبسمنا وضحكنا وقالنا إسرائيل لن تستطيع الإكمال لكن على ما يبدو هنا نحن أمام صيف حار ويكون ثمنه غالي والشعب الفلسطيني وأهل غزة سيدفعون وغياب القرار الفلسطيني الموحد هو الذي يعرقل وحماسية تعرقل أيضا في عملية رفع مطالبها من الأول إلى الآخر ومن الآخر حتى الأول لأنه واضح تحاول أن تبقى في السلطة على كل ما حدث في غزة وأن لا تسلم وأن تكون هي الأساس